فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الأعراب أقرب إلى أن يجهلوا هذه الحدود لا حدود المباحات ولا حدود المحرمات ولا حدود العقوبات وهم أجدر أيضاً أن لا يعلموا كيف يؤدون الواجبات من صلاة وصيام وحج وغير ذلك فهم أقرب إلى الجهل بهذه الأمور بحكم أنهم يعيشون في البادية والبادية بعيدة عن العلم بعيدة عن العلم خلاف الحاضرة فإن الحاضرة فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها العلماء وفيها المساجد والدروس والمحاضرات فساكنها أقرب إلى معرفة حدود الله من ساكن البادية ولهذا ينهى عن التعرب وترك الهجرة إلى الحاضرة والتفقه بدين الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون